يعمل على النبل وخارطوم تيوب وفالف الفالف ده وقت بفتح منه وقف المونة دخول المياه ريجوليوتر فالف تاني ده بننظم منه اسمه بريجر ريوليتور او بننظم منه الضغط بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن برامطر مهم جدا في محطات التحلية هيفيد كل الزملاء اللي شغالين في التصميم شغالين في التجريل شغالين في الصيانة طبعا حضركم عارفين عشان تصامل محطة التحليلية محتاج حطوات اساسية اول حاجة محتاج تحليل كامل للمياه فيزيائي كيميائي بكترينوجي تاني حاجة بتعمل بروجيكشن عن طريق الشركة المصنعة الممبرين تارت حاجة لو المحطة محتاجة انسكيل بتعمل سوفتوير لتحديد الضز بتاع الانسكيل بعد كده بتعمل تصميم بالنوت الحسابية بتعمل تصميم بالنوت الحسابية محتاج بعض البرامترز ومحتاج شكل المعالجة فيزيائية ايه والشكل المعالجة الكيميائية ايه والهيب بشر بامبي ايه كل ده هتحتاج لبعض البرامترز من اهم البرامترز اللي هتحتاجها في محطات التحليلية برامتر اسمه SDI هو تقريبا باختصار جميع الجسيمات العالقة اللي في المياه تمام كده؟ طيب هتتبضل لزهنك كلمة العكارة التربية هالي اثنين قريبين من بعض اه تمام التربية برضو هي جميع الجسيمات العالقة في المياه والمواد العضوية والمواد الغير عضوية والمواد العضوية القابلة للزوابان والي اثنين بيسلوك نفس السلوك ولكن كل واحد فيهم بيتقاس بتكنيك مختلفة يعني مثلا العكارة الوحدة بتاعتها NTU واخلي بالك كمان العكارة ممكن لما تيجي تقسها مش هتديك مؤشر لسبب ارتفاع العكارة ولكن كياس ال SDI ممكن يديك تقريبا سبب ارتفاع العكارة او سبب ارتفاع ال SDI عن طريق فحص ورقة الترشيح عشان تشتغل من SDI بتحتاج انك تقسها في بعض الاماكن الاساسية في المحطة فيه طبعا تقريبا خمس اماكن اساسية في المحطة اول نقطة اللي هي نقطة الانتيك او الماء خاز البحري او عند البير اللي هي الماء الخام بتقيس الماء عندها من خلالها هتحدد شكل المعالجة الفيزيائية او شكل المعالجة الابترائية اللي هي بتنقصب الى فيزيائية وكيميائية وبالتالي لما تقيسها وتلقى تعالي يا بأنت هتحتاج خزان مثلا ترصيب هتحتاج تدخل مجمع الشوائب بوليمر موجب هتحتاج تدخل فريكو دورايد كبيرتال المهم ايا كان المادة تدخلها هتحتاج شكل الفيزيائي الفيزيائي كترها شكله ايه الميديا حجمها قد ايه لان في علاقة بين الاس دي اي والفلتريشن ريت وسرعة الفلترة ومن خلال قياس قيمة الاس دي اي هقدر احدد حجم الميديا حجم الفلتر قطر الفلتر عن طريق سرعة الفلترة طبعا هتتغير سرعة الفلترة ان في علاقة عكسية بين الاس دي اي و سرعة الفلترة وكذلك لازم تمعارف معدل الفلترة دي اول فائدة من فوائد الاس دي اي عند الانتاج او عند المأخذ البحري ممكن كمان تعمل فائدة مهمة جدا للاس دي اي عشان تعمل بها معايرة كفاءة الفلتر الرملي عند الكميشنج ستارد بتستريم محطة مثلا او تشغيل محطة بطريقية او عايز تعرف كفاءة الفلتر الرملي وتقسس backward الاي عشان تعمل من ضمن مفايدها تعمل تعمل معايرة او كفاءة الكارتش فلتر بعد القارتش فلتر تشوف الشغال كويس طبعا غير الدلتا بيه انا عارف فيه دلتا بيه موجودة في المحطة لكن برضو الاس دي اي هتقسه قبل القارتش فلتر بعد القارتش فلتر وتقانن بالاتنين من اهمية الاس دي اي اللي انا بعتبر اهمية مفيدة جدا انها بتحدد لي شكل ممبرين يعني مثلا الاس دي اي عالية هروح اختار ممبرين السكنس بتاع الفيتس بيصر قد ايه طبعا اختره عالي الاس دي اي عالية اختار الفيتس بيصر عالي ليه هختار الفيتس بيصر عالي لما اختار الفيتس بيصر عالي هنا انا بقلل احتمالية تواجد الفولينج الموجودة على ممبرين وفي نفس الوقت تقلل احتمالية تواجد معامل بيتا اللي هي كونسنتر fibularization كمان لو انا عندي الاس دي اي عالية في الحالة ديت انا هتطر انا هتطل الفلكس شوية ليه؟ عشان اطول العمر الفتراضي بتاع الممبرين طب لو الاس ضاق قليلة يعمل خافضة هتطر ارفع الفلاكس بتاعي وفي الحالة دي انا زودت الانتاج زودت قللت الاستهلاك الطاقة وبالتالي انا كده زودت الانتاج وقللت استهلاك الكونسومشن بتاع الطاقة من اهم الفوائد الاس دي ايضا ان الفحص لورقة الترشيح قبل الهيج بلاشر بامب او بعد القرطرش فلتر بتنبأ بما سيحدث في الممبرين من اهم الفوائد في قياس الاس دي اي طبعا حياتك عشان تعمل الصيانة المحطة بتاع حياتك بتشوف الدل تبيع الممبرين شكله ايه بتشوف البشر شكله ايه بتشوف الريكوفري بتاعتك قلت ولا زادت الريجيكشن بتاعتك قلت ولا زادت ومن خلال النسب ومن خلال النورماليزيشن هتقل التحدد هتعمل غسيل كيميائي او لا المحط من خلال الغسيل الكيميائي انت عايز تحدد نوع الغسيل الكيميائي هل هو حمضي أو قلوي من خلال ورقة الترشيح بتاعت الـ SDI أقدر أحدد شكل الغسيل الكيميائي المبدئي من خلال فحص بتاع ورقة الترشيح يعني ما لسا ورقة الترشيح بتاعتي أنا فحصتها لونها أصفر محمر ببقى في عندي أكسيد حديد اللونها مسمر شوية أسود بقى عندي أكسيد منجنيز في طفلة في مادة جيلتينية في مزفلطة في ريحتها وبالتالي من خلال ورقة الترشيح أقدر أحدد شكل كبير قوي نتكلم دلوقتي بقى عن جهاز قياس الـ SDI أو سيلت الـ NIST INDEX زي ما حضراتكم شايفين كل جهاز بمنطقة البساطة بسيط خالص مع بساطة ديت طبعا لازم يكون منتشر طبعا عبر عن إيه؟ عبر عن نبلو خرطوم تيوب وفالف الفالف ده بفتح منه وقف الموانة دخوله المياه ريجوليوتر فالف تاني ده بنظم منه اسمه بريجر ريجوليوتر أو بنظم منه ضغط على أساس أن ضغط التجربة لازم يكون ثابت طول التجربة حوالي 30 PSI أو 2 و 2 من 10 بار بريجر جيج زي ما حضركم شايفين عشان يشوف لي المؤشر بتاع البريجر ثابت طول التجربة بعد كده هولدر بحط في الهوردر دوت ورق الترشيح الهولدر دوت قطره 47 ميلي بالإضافة إلى علبة فيها ورق الترشيح تقريبا هي من مادة سيلوليوز أستيت الورقة دي بتحط جوه الهوردر دوت ومن خلاله بقدر إيس وبعد كده فيه قرورة مدرجة 500 ميلي أو 1000 ميلي زي ما انت هجيبها تقريبا هي 500 ميلي ومن خلال هذه المكونات قدر أجيب قياس الـ SDI على حسب حط الـ IN ديت فين الـ CONNICTION ديت أحطها فين سواء حطتها في البداية سواء حطتها قبل طبعا زي ما قلنا قبل كده إن فيه خمس نقاط لقياس الـ SDI كل نقطة المفروض اللي يركب في المحطة يبقى عمل لحسابه إن أنا أركب الـ CONNICTION دوت سواء في المصدر المال خام أو قبل الفلتر الراملي سنفلتر أو بعديه أو قبل الكارتش أو بعد الكارتش من خلال ده عشان أعمل التجربة تعالي أعمل التجربة مع بعض تجربة الـ SDI أولا لازم يكون عندي الجهاز دوت زي ما شرحناه مكوناته بعد كده يكون عندي ورق الترشيح ويكون عندي قرورة يكون عندي Stop Watch Stop Watch مثلا الموبايل أو Stop Watch في زاعة إيدك هتعمل يتيجي مثلا عند الـ CONNICTION بتعملها ده وفتح المحبس تطلع الهواء الأول طبعا حطيت ورقة ترشيح جوه الـ Holder فتحت العصبير دي وتخطيت الـ Holder الميبرين جواها أو بنسميها الميبرين أو ورقة ترشيح وتفتح المحبس بتاع الدخول وتفتح المحبس هنا تطلع الهواء وبعد كده تبتدي أول ما يتخش على القرورة تبتدي تعمل Stop Watch بتاعتك On ساعة ميت ميلي لغاية 500 ميلي تقوم بعمل Off للـ Stop Watch في الحالة دي انت جبت زمن زمن الأولاني اسمه Time Initial أو Time 1 فانت جبت T1 ورقةها على جنب الوقت بعد كده تسيب المياه مفتوحة على الدرين أو على الصرف لمدة تقريبا 15 دقيقة بعد 15 دقيقة تجيب القرورة تاني وهي فاضية تملاها تاني وتعمل Stop Watch تاني وتشوف الزمن التاني اللي تمالت فيه قرورة قاية 500 ميلي الزمن التاني ده هنسميه T2 T2 أو T Final لبقى انت عندك للوقت زمنين الزمن الأولاني اللي تمالت فيه القرورة في أول التشغيل وبعد 15 دقيقة الزمن التاني اللي تمالت فيه القرورة بقى عندك T1 و T2 طب هعمل بيهم ايه القانون بتاع SDI بيقول ان SDI Time بتساوي 1 minus T1 على T2 أو T Initial على T Final total على T Time T Time ده اتفاقنا ان هو موظم مراجع يقول هاي 15 دقيقة يبقى T Time ده هو 15 دقيقة فيه 100 نشوف النسبة تلك كام على سبيل المثال مثلا لو T1 أولاني يطلع مثلا معك 20 ثانية طبعا T1 بالثواني الطائم الثاني يطلع معك مثلا 30 ثانية يبقى 1 minus 20 على 30 total على 15 فيه 100 تقريبا نطلع 22 يبقى كده المحطة ممتازة طب الرقم بتاعك لو طلع 3 شغال زي ما اتفاقنا ان قيمة SDI 4 قيم اما اقل من أو 9 واحد دي محطة ممتازة دي ممكن يعيش معي سنين دي اي مشاكل ولا فاولينج ولا دلت بيت زيادة ولا القيمة الثانية اقل من أو 3 دي قيمة مقبولة المحطة تشتغل وفيش مشكلة بس ممكن كل 6 شهور اقل غسيل كماء ليها القيمة الثالثة اقل من أو 5 ودي الابريش الليمت اللي بتكلم عنها كل ملفاكش بتاع الممبرين ولا الممبرين بتاع ما اشتغلش على اقل من أو تساوي 5 طبعا القيمة 5 هي القيمة كبيرة ما تشتغلش على 5 5 دي معناها انت كل شهرين ثلاثة هتعمل غسيل كماء الممبرين تمام القيمة الرابعة اللي هي اقبر من 5 هنا مرفوضة تماما اقبر من 5 معناها كده المحطة بتاعتك اللازم تعمل لها بري فلتر محترمة هتعمل خزان هتعمل ترسيب كو غير بقى ان انا تنبأت باللي هيحصل في المبنين جوه وشكل وفحص ورقة الترشيح وحددت الفلوكس وحددت كمان فيدس بيسر وعملت كفاءة الفلتر الرملي وعملت بري فلترشن شكل وإيه كمان وانت بتعمل التجربة بتاعت حضرتك التجربة هنا الماء ينزل هنا حضرتك احنا اتكلمنا قبل كده في محاضرات عن ملوسات الماء او الواتر امبوريتيز هم اربعة دي سولفت صوليد دي سولفت جازيز ساسبند دي سولفت صوليد مايكرو ارجانيزم اول حاجة اللي نازل من الهولدر او ملقى الترشيح على السلندر او القرورة دوت هو ده دي سولفت صوليد او تي دي اس توتال دي سولفت صوليد اللي واقف على برق الترشيح ممكن نسميه ساسبند السوليد او تي اس اس او توتال تسبند صوليد طبعا التي دي اس في بعض البرامتر انا بحتاجها في تصبيب محاطات تحلية منها التي دي اس وبعض البرامتر بيحتاجها مصمم محاطة الصرف الصحي منها التي اس اس وهنا لو خدت ورقة ترشيح وجففتها في المعمل ووزنت اللي عليها هو ده التي اس اس اللي منزلش من ورقة ترشيح هو ده تي اس اس واللي نزل في القرورة هو ده التي دي اس التودة دي سولفت من هنا تأتي اهمية الاس دي اي او سلت اندكس عشان كده انا بنصح كل الزملاء سوى تصميم تشغيل سيانة لازم يكون عندك جهاز الاس دي اي عشان تقدر تقف على كفاءة المحطة بتاعتك وتحفز على المنبرين بتاعك ساعة تنحسن مشكلة تحلها مباشرة وان شاء الله الى لقاء اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته